بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا يا دكاترة ويا رب ان شاء الله دائما وأبدا تكونوا بخير ودائما بصحة جيدة بإذن الله ان شاء الله هننطلق مع بعض اليوم في أولى محاضرات الفرمكولوجي لموديول 310 والمحاضرة دي هتنقسم إلى شقين الشق الأول هيكون الانترو داكشن وفي الشق ده احنا هنتكلم على زي ما بيقولوا كده احنا الكورس بتاعنا هيمشي ازاي او السيستم اللي هنمشي بيه عبارة عن ايه الايام اللي هتنزل فيها المحاضرات والكونتنت اللي هيتم انهاؤه خلال هذا الموديول بعون الله وفي الشق التاني هنبدأ شرح وهنبدأ فعليا في الاندوكراين فرمكولوجي هنبدأ نتكلم عن الضيابيتس مليتس وهنبدأ الحديث عن الانسولين والسالفو نايل يورية بمعنى الاورال هايبو جليسيميك دراكس بإذن الله على عهدي معاكم اننا ان شاء الله رب العالمين هنبقى كونسايس يت كومبريهنسف بمعنى ان احنا مش هنلت ونعجن كتير لان الحقيقة المحتوى بتاع هذا الموديول لا يحتمل اللت والعجن على الاطلاق حتى انت هتلاقيني بشتغل على بريزنتيشن باور بوينت البرزنتيشن ده ماشي ان بارالل مع كتابك بتاع القسم ومهايلايت ومركز على المعلومات المضيقة ومش مفوت معلومة الا لو كانت كلمة هتختصر او هقدر اختصر من خلالها جملة فاقدر اكربس المعلومة في مساحة دايقة علشان نقدر ننجس كمية في وقت قياسي ونقدر نفهم كويس بإذن الله وهتلاقي صوتي ماشي مع هذا الباور بوينت زي ما سيادتك شايف كده قدامك بإذن الله وتلك الباور بوينت اللي هتستخدم هل تقدر تستخدمها باي اتسلف كمصدر المذاكرة الاجابة ا لان عامل الباور بوينت بشكل تكست يعني مهيش سلايدز باور بوينت بالمعنى الحرفي هي تعتبر سلايدز باور بوينت لكن موجود فيها الكلام على شكل تكست ومنظم يعني تقدر تحول هذا الباور بوينت البي دي اف وتطبعه وتشتغل منه مفيش اي مشاكل لو قررت انك تشتغل من كتاب القسم واتتابع مذاكرة من كتاب الاسم هتلاقي نفسك فاهم كل كلمة كويس وعارف كويس ايه المهم وايه اللي مش مهم وعارف سكتك كويس وقادر تخلص كمية في وقت قياسي وهو ده الهدف من ان احنا نكون مع بعض ان شاء الله وانك تركز معايا وتمشي معايا ان شاء الله في ذلك الموديول اذا احنا نتكلم عن الفارماكولوجي موديول 310 عندنا 3 شباتر في هذا الموديول زي ما سياد تكشيف قدامك كده عندنا الاندوكراين فارماكولوجي وعندنا ال سي اناس فارماكولوجي وعندنا الانتي مايكروبيا الكيموثيرابي الحقيقة علشان مش هقدر امسك نفسي اكتر من كده لازم نقر ونعترف ان هذا الموديول يمثل مهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنا يعني لما تحط على طالب كمية بالشكل ده في وقت ديق زي كده وتطلب منه انه يديجست المعلومة ويهضمها وتبقى ركزة في دماغه بشكل يجعله يستخدم تلك المعلومات مستقبلا كطبيب الحقيقة هذا من ضرب الخيال ومن ضرب السخرية الحقيقة فيه اصرار على الحفاظ على القوام القديم للمنهج المليء بالحشق اللي ملوش اي لازمة لو انت نفسك تدي كمية زي دي في وقت ديق زي ده اختصر ادي فقط المعلومات اللي محتاجها الشخص كطبيب يعني ركزي اخي في معلومات الفيرست ايد ومعلومات المعادلة وخلاص او ركز في معلومات اليو اسملي هي دي المعلومات اللي انت المفروض تطلع بيها كدكتور طيب خلاص طالما انا عايز اديك كمية دي في الوقت تديق ده لكن انه حافظ على الحشو وحافظ انه اديك انسولين الخنازير وانسولين البقر وحط لك حشو وانا اسف يعني سطور على الفاضي والمليان وفي نفس الوقت اكربسك في وقت قليل وعايزك تمسك كل المعلومات دي تغراها لان الخايف يجي لك اي سؤال في اي زخنوق انا اسف في الكلمة يعني ده الحقيقة محض صخرية ومهزلة ولكن انا وفقت ان اشارك معاكم في هذه المهزلة ونحاول نحولها الى قصة نجاح ان شاء الله والى ابروتش لطيف وخفيف ودمه خفيف علشان اقدر اساهل عليك الكلاكيه الكتير اللي موجودة في محتوى الفرماكولوجي اللي عندك فخلونا بس نبدأ في البداية كده باني اعرفك موعيد المحاضرات بتاعتنا اين ده انا ان شاء الله هنزل لحضرتك ثلاث محاضرات في الاسبوع زي ما حضرتك شايف هنزل لحضرتك محاضرة يوم الاثنين هتنزل لك بيفور نون وبيفور نون المقصود بيها الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة اتنشر الظهر قبل الساعة اتنشر الظهر يا ممكن تصحى الصبح تلاقي المحاضرة موجودة قبل اتنشر الظهر بالكتير هتلاقيها موجودة ان شاء الله في الايام الاتية الاثنين خميس سبت بإذن الله التلات ايام دول هتلاقي تلات محاضرات شرح نزلين لحضرتك وفيهم محتوى كثيف وباور بوينت جميل زي ده نزل لك جنب المحاضرة علشان لو عايز تطبعه تذكر منه او هتتابع من كتاب الاسم مفيش عندي اي مشكلة تمامة ان شاء الله هلتقي معاكم بإذن الله او هنزلكم اوديو الاوديو ده هينزل على جروب التليجرام اللي ان شاء الله هنعمله هيكون خاص بالفارماكولوجي كورس بتاعنا هيبقى اسمه دكتور تاح فارماكورس ده هيتضاف عليه كل الشباب اللي هيشتركوا في الكورس وهيكملوا معايا بإذن الله وفي هذا التليجرام جروب هينزل لحضرتك اوديو كل يوم جمعة وهيتم تسجيله على الساعة واحدة وانتو بتصلي ان شاء الله ليه لان واحدة وانتو بتصلي انا بيكون عمدي انا عامل حساب فروق التوقيت هيكون عمدي انا الدنيا صبح بدري هسجلك الاوديو قبل منزل الشغل ان شاء الله الاوديو ده هيحتوي على حاجتين هيحتوي على جزء اسمه البرينستورمينج البرينستورمينج ده انت تقدر تحط السماعة في ودنك وتسمعني بنكشك في كذا نقطة مهمة جدا في اللي تشرح خلال هذا الاسبوع او في كل اللي تشرح في اللي فات ويتلاقيني بفوكس على النقاط اللي كومنلي جدا انها تتسئل ان كان في الاسئلة الامسي كيو او في غيره هي دي الحاجات اللي بيحبوها وهي دي الحاجات اللي لازم تعرفها في الفرما في هذا الجزء فعملك برينستورمينج اوديو على هيئة سين وجيم وانت تقدر طبعا هقول السؤال واخد بوز او اوقف شوية واروح ايلي الاجابة على اساس اديك فرصتك انك تفكر الاجابة ممكن تكون ايه وطبعا حيث انه على التليجرام انت هتقدر توقفه وتجاوب بعدين تسمع الاجابة كأنك بتنكش المنهج معايا وانت حطت السماعات في ودانك وفي لافس الوقت هجاوب وهانتر اكت هجاوب على كل اسئلتكم طب حلو الاسئلة دي اللي هتكون ايه يعني فيه اي سؤال خطر على بال حضرتك او اي ملحوظة عند حضرتك من المحاضرات خلال الاسبوع هتروح جايب عتالي هدي لحضرتكم ايميل محدد هيتبعتلكم ان شاء الله على جروب الكورس باذن الله على التليجرام الايميل ده هتقدر تبعتلي عليه كل اسئلتك اللي عندك وهمسك السؤال اسئلة سؤال سؤال واعد عليهم يوم الجمعة في هذا الاوديو ارد عليهم كاني بنقشكم في محاضرات الاسبوع علشان يبقى الموضوع مور انتراكتف ما يبقاش الموضوع مجرد انا اسف يعني محاضرات بتنزل المتسجلة والسلام لازم يبقى لكم ميزة الحاجة التانية كل اللي هيشترك معايا ان شاء الله في هذا الكورس هيبقى عندنا في لايف ستورم ريفيو اللايف اللايف ستورم ريفيو ده متمثلا فيه المراجعات والمراجعات على فكرة هتكون نقاش على الهواء مباشرة وتلخيص سريع ومراجعة سريعة على الهواء مباشرة هندخل على الهواء وننكش بعض بالذات هنكشك في النقط اللي تسائلت في الامسي كيو او اللي بتتسائل دايما في الامسي كيو وهركز معاك على النقاط المهمة في هذا لايف ستورم ريفيو ده هيكون لايف انتر اكتف ده هيكون معاك في قلب الكورس كباكتش تمام علشان يبقى بالنسبة لك الفارما الدنيا كاملة متكاملة ما انتش محتاج اي حاجة تانية برا اللي بيتقال بإذن الله طيب ده طلخيص سريع اللي هنعمله واللي هنمشي عليه وموعيد المحاضرات والدنيا هتمشي ازاي بإذن الله هنخلص قبل الامتحان بوقت كافي جدا يعني عايز اقولك ان انا هنخلصلك ان شاء الله قبل امتحانك بتلات اسابيع او شهر وهنقعد التلات اسابيع او شهر دول نعمل لايف انتر اكتف سيشنز نراجع لغاية الامتحان بإذن الله فلا تقلق تماما تعالوا نبدأ مع بعض ونتوكل على الله وننطلق في اولى المحاضرات مع الاندوكراين فارماكولوجي طبعا المحاضرة الاولى انا هتكلم فيها على الانتروداكشن على الديابيتس ميليتس هو ده اول توبيك عندك في الاندوكراين السكر وعلاج السكر وما هو مرض السكر وما الى ذلك وهنتكلم في محاضرتنا النهار ده يعني هسخن معاك كده بالانسولن والسلفوناي اليورية هبدأ في الورى الانتي دايابيتكس وهبدأ في السلفوناي اليورية وهخلص الانسولين بالكامل بكل ال دريفاتيفز بتاعته وكل مشتقاته تعالوا نبدأ بالكلام عن الضيابيتس ميليتس بشكل سريع طبعا احنا عارفين ان ما السكر او ما الضيابيتس ميليتس الا نقص في المدعو انسولين الانسولين قال وقد يقل الانسولين كما او قد يقل كيفا الكم او الكيف الانسولين يقل في الكم هو الانسولين بيطلع منين حد فاكر والله كان في حاجة كده اسمها البانكرياس استغفر الله العظيم يا رب البانكرياس دي كان فيها خلايا اسمها البيتا سيلز اوف دا بانكرياس كانت موجودة في حتة اسمها الايلتس اوف لانجرهان البيتا سيلز ديها المسؤولة عن عملية افراز وانتاج الانسولين اذا قل انتاج الانسولين كما من تلك البيتا سيلز اوف دا بانكرياس دي مثلا ان جهاز المناع الجنن ورح مضمر البيتا سيلز اجار على البانكرياس وضمر البيتا سيلز اللي فيها فقل كمية او قل كمية الانسولين في الجسم هي بسمى نقص الكم اما نقص كيف يعني كمية الانسولين ما قلتش ولا حاجة كل الحكاية ان الانسولين بقى والtarget organs والtarget organs ما بتردش يخبط على الريسبتر والريسبتر ما يردش يقول له يا عمي ما يردش يقول له يا سيدي ما يردش اعمله ايه فطبعا دي اللي بتتسمى ايه insulin resistance هي دي اللي بنسميها insulin resistance ده النوع التاني من الديابيتا ازاي ما هنتكلم ده اعتقد مهم يعني هو الانسولين لما يقل ايه اللي هيحصل والله السكر بيعلى انا الله عرفوا انه مريض السكر سكره بيعلى سكره بيعلى فين في الدم طبو لما بيعلى في الدم يبدأ ينزل في البول ولما ينزل في البول يشد معه مياه ما هو automatically active ما هو اي حاجة بتنزل بتشد معه مياه بالأسموزز وبينزل بتشد معه مياه فيحصل ايه polyurea بول كتير خش الحمام كتير اما خش الحمام كتير هافقد مياه كتير فأحس بجفاف فأشرب مية كتير يسمها بوليديبسي مش بس كده ده الجولوكوز عالي في الدم إيه اللي علف الدم غياب الإنسولين لأن الإنسولين مش عارف يدخل الجولوكوز جوه الأنسجة لكي يحترق وتستخدمه الأنسجة في إنتاج الطاقة مين بقى كمان مش هيقدر ياخد الجولوكوز جوه ولا يحرقه ولا ينتج منه طاقة مركز الشبع في المخ مركز الشبع في المخ مش هيقدر يسحب جولوكوز جوه لغياب الإنسولين مش عارف يحرقه مش عارف يطلع طاقة فمش هتحس إنك شبعان فدايما العين حاسس إنه جعان وعايز يأكل بوليفيجيا طيب إيه كمان قال لك الجولوكوز هينزل في البول جولوكوزوريا العين كمان هيفقد وزن كتير قوي لأن زي ما هناخد لاحقا الإنسولين هو أحد الهرمونات التي تبني تبني دهون وتبني بروتين تبني دهون وتبني بروتين نقص البناء ونقص الحرق وإنتاج الطاقة نقص البناء هيؤدي إلى نقص في الوزن هذا الويتلوس جسم ما بيحرقش ما بتخلش ما ببنيش وهي دي فكرة الويتلوس فبوليوريا بوليديبسيا بوليفيجيا جلوكوزوريا وإفتكر التلاتة بولي كويس قوي كثلاث أعراض رئيسية لمرض السكر هناك أربع أنواع للضيابيتس طيب 1 طيب 2 طيب 3 طيب 4 طيب 1 النقص في الكام طيب 2 النقص في الكيف طيب 3 أسباب أخرى طيب 4 حمل طيب 1 نقص في الكام طيب 2 نقص في الكيف طيب 3 أسباب أخرى طيب 4 حمل طيب 1 ده اللي بيحصل في الأطفال الصغيرين الرفيعين اللي جهازهم المناعي بيتجنن ويبدأ ينتج anti-buddies تضمر ال-beta cells of eyelids of langerhan anti-eylet cell antibody أم دولة سيعانوا من إيه؟ سيعانوا من نقص في الكام insulin deficiency هناك نقص في كمية الإنسولين أم ده هيخليهم محتاجين insulin كثيرابي وعلشان كده هناك بعض القطب والمصادر بتطلق على هذا النوع insulin dependent diabetes مليتس بيسموه IDDM insulin dependent diabetes مليتس طيب 2 ده النقص في الكيف اللي هو الإنسولين قاعد يخبط على الرسيبتور زيو ما بتردش وده اللي بيتسمى insulin resistance هناك insulin resistance هل هناك أي نقص في كمية الإنسولين أممكن تلاقي في ناص بس بسيط ومش هو ده السبب السبب من الرسيبتور زي السبب insulin resistance ده اللي بيحصل في كبار السن التخان لأنه بيقولوا إن زيادة الدهن هي اللي بتؤدي إلى development of insulin resistance وده بيعمل relative insulin deficiency الجماعة دول ممكن نتصرف معاهم بأن إحنا ندي أدوية غالبا غالبا ما يعالجوا بالأدوية usually we need oral treatment غالبا بنمشيهم على الأدوية برشام البرشام ده بيحسن من حساسية الريسبتور للإنسولين ممكن يحتاجوا insulin وممكن لا they may or may not need insulin type 3 دي ليه أسباب أخرى أسباب أخرى زي زي يا أخي واحد ماشي على دواء والدواء من أعراضه الجانبية أنه بيعلي السكر في الدم يا أخي الدواء من أعراضه الجانبية أنه بيعمل السكر بيعمل بيعمل hyperglycemia بسبب موضوع ده drug induced hyperglycemia drug induced hyperglycemia ده ممكن تحصل بسبب A B وبعدين الشاب خالد بقى D-I-D-I فاكر D-D الشاب خالد ده ده كان اللي كان بيسمعه الروش في جلنا يعني إحنا جلنا كان الروش ده اللي بيسمع الراي اللي هو الشاب خالد يعني جاتها فترة كده فكان فيه أغنية كده عنده D-D-I D-I-D-I فA B وبعدين الشاب خالد ده D-I-D-I A stands for aloxan الالoxan ده ما عادش بيستخدم تماما بس ده toxic على البيتا cells بيبوز البيتا cells الـ الثانية alpha 2 agonist beta 2 antagonist الـ alpha 2 والبيتا 2 دول adrenergic receptors دول receptors يشتغل عليهم النور adrenaline و البيبي بيتا is inhibibibitory كلمة دكتور ناجي دي كان يقولك البيبي بيتا is inhibibibitory except على حكتين بحرف الH حد فاكرهم كان دكتور ناجي يقولك accept على heart و على hormones البيتا على hormones بتزوت مش بتينهبت فالبيبي بيتا is inhibibibitory except على hormones إذا لما stimulate البيتا أي هرمون المفروض إفرازه يزيد including insulin والالفا عكس البيتا فإذا كانت البيتا بتعلل الهرمونات فالالفا بتقلل الهرمونات إذن لو ديت حاجة تزاو التون الألفا أو لو ديت أي دو يهبت التون البيتا الانسولين يقول DIDI Delete Diuretic Diazoxide Diuretic اللي هي مدرات البول على سبيل المثال Cyazide وسنتحدث عنه تفصيليا في الbsp والدي اي التانية الديازوكسايد الديازوكسايد من علاجات الهايبرتنشن او من علاجات الضغط هنتكلم عنه لاتر ان شاء الله لكن اعرفهم اسماء A A B D I D I A A B D D D I D I طيب كويس خطس هرمونات اخرى اه ممكن هرمونات اخرى هي اللي تعمل ديابيتس و هي اللي تعمل سك زي ايه ما هو فيه هرمونات بتشتغل anti insulin يعني ابسط حاجة مثلا الكورتيزون الكورتيزون مشهور جدا انه بيعاكس الانسولين يعني الانسولين بيعل السكر الكورتيزون بيوطي السكر معروفة الجلوكاجون مثلا اشتغل عكس الانسولين الانسولين بيعل السكر الجلوكاجون بيوطي السكر كده يا قصدي عفوا الانسولين بيوطي السكر الجلوكاجون بيعل السكر نفس الكلام الكورتيزون او الكورتيزون الانسولين بيوطي السكر الكورتيزون بيعل السكر فأي زيادة في الامتي انسولين هرمونز على سبيل المثال الكورتزول ده يؤدي إلى طايب ثري ليه أسباب أخر طايب فور ده الجستيشنال ضايابيتس الذي يحدث أثناء الحمل طايب فور هو الجستيشنال ضايابيتس الذي يحدث أثناء الحمل فالطايب فور ده البرغنانسي انديوز ده الجستيشنال ضايابيتس إذن عندنا وان تو سري فور وان في البيبي صغير تو في التو اولد شخص التو اولد كبير السن طايب سري في نمبر سري اللي هي الأسباب الأخرى التي تذكر طايب فور بتاع البرغنانسي أو الجستيشنال ضايابيتس ده بتاع الحمل يا انواع السكر ودي تلخيص للاينز اوف تريتمنت اوف ضايابيتس من كتابك بتاع الاسم يقول لك والله احنا ممكن نستخدم انسولين او ممكن نستخدم برشام ليه هو الانسولين مش برشام لا الانسولين ما بيتخدش برشام ما فيش انسولين اورال الانسولين فقط حؤن فيا انسولين يا برشام يا برشام جديد يا انسولين يا برشام يا برشام جديد برشام جديد دي اللي هي نيو انت ضايابيتك دراجز سنتحدث عنها في الختام دعونا نبدأ باول انت ضايابيتك الا وهو الانسولين الانسولين اه is a polypeptide hormone يعني بروتين هرمون طب طالما بروتين يبقى مهم تعرف انه هيتهضم في جهازك الهضمي يعني ما ينفعش اديك الانسولين برشام ما ينفعش اديك الانسولين اورال ليه؟ لان جهازك الهضمي هيهضمه زي اي بروتين مش هيمتص ولو امتص هيمتص وهو متكسر فمش هيعرف يشتغل وعلشان كده الانسولين لا يعطى الا بارينترال مش حاجة اسمها اورال انسولين طيب ايه انواع الانسولين اللي موجودة عندنا في السوق والله في عندنا الهيومان انسولين والهيومان انسولين اللي ملعوب فيه والانيمال انسولين مبدئيا الانيمال انسولين ده انقرض انقراضا تاما بتاتا ده ممكن بايكل لما الملك بقى احمد كان عنده سكر مثلا وكان الطبيب الملك راع كان بيعالجه فكان بيجيب له الانسولين بتاع الخنزير او الانسولين بتاع البقرة اللي واخدينه من البنكرياز بتاع البقرة والبنكرياز بقى الخنزير والدهون ومعادش مستخدم دلوقتي خالص ليه نعمل حساسية اتى جايب انسولين منفصيلة تانية وبتدي البني ادمين فيحصل حساسية فمعادش مستخدم تماما انسولين الحيواني ولا حتى انسولين البني ادمين بشكله الطبيعي عاد بيستخدم يعني احنا بنقدر نحضر انسولين البشر ازاي بحاجة اسمها في البكتيريا او في الفطريات بحاجة اسمها الريكمبينت دي انتالية التكنولوجي البلازمية بقى wedتاعها هتاخد الكلام هذا ان شاء الله في المايكروبيولوجي والبايو كيماستري بازني هتفهم ايه الريكمبينت دي انه تكنولوجي دي حاجة في ال DNA بتاعه الموليكولور وكذا ما ممكن بنقدر نحضر يوما انسولين اللي هو انسولين بني ادمين لكن الأفضل من انسولين البني ادمين هم انهم شركات الادوية بقى بدأت تجيب إنسولين البني أدمين ده وتلعب فيه أو تعدل عليه تغير في بعض أحماضه الأمينية موديفايد أمينو أسدس بغير كده شوية أمينو أسدس في هذا اليومان إنسولين وحسن من فعليته وحسن من مدة تأثيره وحسن من قوته وقلل من أعراضه الجانبية إذن أنا بلعب في الأمينو أسدس بتاعته علشان ألعب في الكاينيتكس كاينيتكس ليه الديستريبيوشن الميتابوليزم الاكسيكريشن الديوريشن وفي أكشن الكلام ده كله طيب إحنا عارفين طبعا إن أي دواء في الدنيا إحنا محتاجين نعرف الديناميكس بتاعته والكاينيتكس إن أمكن بيشتغل إزاي بيتخذ إزاي أسماءه إيه يعني إيه أسماء الإنسولين اللي موجودة في السوق ويه بديه إمتى وأعراضه الجانبية إيه هي دي الحاجات اللي نتكلم عنها في الإنسولين فهو إحنا بنتحدث على الإنسولين سنبدأ أولا بالديناميكس والله الديناميكس ببساطة شديدة الإنسولين هرمون فلما بديه كدواء بيشتغل كهرمون بيعمليه كهرمون والله بيمسك في الريسبتور بتاعه ريسبتور الإنسولين في ألفا سابيونت وبيتا سابيونت البيتا هي اللي بي تعمل الإفكت البيتا هي اللي بي تعمل الإفكت بتعمل الإفكت زي ما بيقولوا كده البيتا بتاكت البيتا بتاكت البيتا بتاكت فالبيتا هي الاكتف صبيونت اف دا ريسيبتور اما للالفا اذا كانت البيتا هي اللي بتشتغل يبقى الالفا هي اللي بتمسك الالفا هي اللي بتمسك والبيتا هي اللي بتشتغل فالالفا هي اللي بتمسك فيها الانسورين فالانسورين بيجي ماسك في الالفا صبيونت اما الالفا صبيونت لما يمسك فيها الانسورين تنشط البيتاسابيونت البيتاسابيونت لما تتنشط بتشتغل كفوسفوريلاتينج انزايم بتفسفر بعض الانتراسيلولار موليكولز والانتراسيلولار بروتينز اند انزايمز ومتغير في نشاطها وتغير في مكانها يعني على سبيل المثال للحصر إذا كان الانسولين بيزود حر السكر مش هو بيخلي الانسجة تاخد سكر وتحرقه يعني بيوطي السكر في الدم يعني بيحرق السكر إذا الانسولين هيعمل إيه مثلا في انزيمات حر السكر ينشطها فلما تتفصفر بتتنشط يعني هناك بعض الانزيمات وبعض البروتينات لما تتفصفر بتتنشط وهناك بعض الانزيمات والبروتينات اللي لما تتفصفر بيقل نشاطها هو ده تأثير الانسولين ببساطة شديدة إذا الانسولين بيبايند والالفا فينشط البيتا. البيتا دي بتبدأ تفاصفر بعض التيروزين على بعض البروتينات والانزيمات المتواجدة داخل الخلايا. او داخل الخلايا. التيروزين ريزيديوز انسام انترا سيلولار بروتينز اند انزائل. وعنشا كده بنسمي الموضوع ده او بنديله لقب تيروزين كاينيز اكتيفتي. بتسمى كده تيروزين كاينيز اكتيفتي. حلو جميل جدا. طب وبعد ما الانسولين يمسك في الريسبتور ويعمل الافكت بتاعه. الريسبتور بالانسولين الخلايا بتبلعهم وتكسرهم. الانسولي ريسبتور كومبليكس is internalized and recycled. اكسره بقى وممكن اعيد استخدامه كاحماض امينية اخد بالك. وهي جامعية ودائرة. ده ايه الديناميكس. this is the dynamics of insulin. طب الاكشنز الانسولين بيعمل ايه? والله الاكشنز نو بيكلموك عليها بتاع الفيسيولوجي وبتاع البايو. لكن انا هقولها لك باختصار شديد كده. الانسولين بيبني كل حاجة. معادة الجولوكوس بيكسره. بيلعب في كل عمليات الميتابوليزم بحيث انه يوطي السكر في الدم. يعني اسألك سؤال. الانسولين هيعمل ايه في عملية زي الجلايكولايسس اللي هي حرق السكر? يزوده. طب هيعمل ايه في عملية تدعى اللي هي عملية انتاج الجلايكوجين او تخزين الجلوكوز على هاي الجلايكوجين. تحويل الجلوكوز لجلايكوجين. هيزودها عشان يخلص من الجلوكوز. طب هيعمل ايه الانسولين في عملية تدعى اللي هي عملية تصنيع الجلوكوز من اللانشويات. لا يقلل. يعني هو مش عايز انه يوطي السكر في الدم. هو ده اللي بيعمل له الانسولين ببساطة شديدة. طب معلش. ايه انواع الانسولين وبنديها ازاي? قال لك والله كل ما يجب ان تعلمه عن الروتسو في ادمنسترشو في انسولين انه نوت اورل. دي فيري امبورتن. امبورتن انت طب عارف ان الجلوكوز ان الانسولين ما بيتاخدش اور. لانه لو اتاخد اورل. لو اتاخد اورل هيكسر في ال جي اي لانه بروتين هرمون. ما بناخده ايه حقا? كارينترال. كارينترال ازاي? يعني بناخده سابكوتينيوس? ولا في الوريد? ولا ايه الوضع? والله على حسب هو بيدوب في المية ولا ما بيدوبش? اصلا لو بيدوب في المية يبقى انفع ديه وريد على طول. لان الوريد في دم والدم فيها بلازمة والبلازمة كلها مية. فلو حاجة بتدوب في المية سهل اديها وريد على طول. قال لك لا للأسف هو ما بيدوبش في المية. كل انواع الانسولين لا تذوب في الماء. مهم ما تعرف دي قوي. كل انواع الانسولين لا تذوب في الماء. اذا لا يجوز اعطاها دايركلي في الوريد. بتتاخد تحت الجلد سابكوتينيوس. تحت الجلد وتمتص بقى بالتدريج من تحت الجلد وتخش الدم واحدة واحدة. لكن من فاشل تديها دايركلي في الدم انما بتدوبش في المية. ما عدا ما عدا الريجولار انسولين. الانسولين العاتش. الانسولين العاتش. الانسولين العاتش. اللي هو العادي. اللي هو الريجولار هو دا الوحيد اللي بيدوب في الماء. دا water waste. water waste فممكن يتاخد في الوريد. طيب خد بالك كونه ينفع يتاخد في الوريد اذا مفعوله هيبقى سريع لانا كدته يعني دخلته في الدم وقتي وقلت له اشتغل وعشان كده افضل انسولين يستخدم في حالات الطوارئ او في حالات الاميرجنزي تلك المعلومات في كل حالات الطوارئ بقى مثلا زي واحد دخل في غيبوبة سكر عشان سكره عالي او سكره عالي فدخل في غيبوبة فمحتاج انسولين بسرعة وط سكره اتعلق له اني انسولين اعلق له ريجولر انسولين يعني هو ده اللي بيدوب في الماء هو ده اللي ينفع اخش دايركلي في الوريد ينفع اخش انترافينس ويشتغل بسرعة وقته سريع يبقى ليه هو الوحيد اللي ينفع اتخذ انترافينس مهم تعرفها دي يعني هو الوحيد اللي ادي البريباريشنز المختلفة للانسولين زي ما انت شايف بنقسم الانسولين الى الانسولين السريع قوي ويه السريع بس مش قوي ويه اللي نص نص والبطيط بس اخد بالك السريع مفعوله زي ما بيقوله كده مفعوله ايه السريع السريع تأثيره بيروح بسرعة البطيء تأثيره بيعيش معك فترة طويلة وعلشان كده اسمنا الانسولين الى rapid acting بس very short duration ده اللي بتسمى ultra short acting شوف هو rapid سريع بس ultra short acting هو السريع يعني تأثيره بيحصل بسرعة بس بيروح بسرعة او short acting الشورت acting ده اللي هي تأثيره بيبقى ابطأ شوي بس بيقعد فترة قليلة برضو بس اكتر شوي من rapid acting تفاهم؟ في الانترميدية ده اللي في النص في كل حاجة في بقى long acting ده اللي بياخد وقت على مفعوله على ما مفعوله يحصل بس مش الله بيغطي معك يوم كامل بيغطي معك 24-48 ساعة مهم تحفظ اسم على الاقل لكل نوع انسولين يعني rapid acting انا عايزك تعرف الليس برو لس برو انسولين لس برو انسولين لس 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 يعني قليل واطي لس لس برو لس يبقى ايه الاقل الاسرع والالترا short acting او اللس اللس is ultra short عشان ما تنساش طب الشورت الشورت عادي الشورت عادي الشورت عادي اللي هو ايه regular regular insulin الشورت عادي الشورت عادي فالشورت اكتن ده العادي اللي هو regular افتكر ان regular insulin الوحيد اللي كان بيتخذ IV الوحيد اللي water based ما تنساش طيب ايه بص بص اي اي intermediate اي اي ايزوفين اي اي intermediate اي اي ايزوفين ليه اسم تاني الايزوفين انسلين بيتسمى NPH شوف N is N N is N N PH is N intermediate acting بص بقه مش اللارج glارجين glارج long large اخد بالك ده بتسمى الجلارجين او long acting انسلين فخلاص الليس ultra short الشورت عادي ال intermediate is N PH انسلين long large is large طب هل لازم احفظ الارقام دي يا دكتور يعني الارقام الرخمة دي يا دكتور تاح يعني عالش مع احترامي خمسة الخمستاشر تلاتين لتسعين تلاتين لستين ايه الارقام ده يا دكتور لا 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 اه مانا الارقام هقولك ايه لا اجلها لغاية ما نعرف الاسم هيقول فيها ايه في الاخر على الارجح الاسم مش هيخد دماغك بكل الارقام دي خصوصا في الظروف اللي انت فيها انت الله يكون في عونك على بابا الله فنستنى ما نشوف الاسم قالوا نحفظهم هحفظهم لك ما تقلقش بس دي من الحاجات اللي عايزكم كده تتطقصوا بالاسم ها دكتور احنا عايز منحفظ الارقام دي يعني نشوف بقى الدكتور هيقولك ايه او شوف كده رئيس القسم هيقولك ايه او هيحط هنشوف لهم صرفة شايف الكرفات بص الكرفات دي مهمة بص اللي هو الترا شورت شوف تأثيره حصل بسرعة لكن تأثيره راح بسرعة الشورت عاج اللي هو الريجولر تأثيره ابطأ شوية بس تأثيره برضو راح بسرعة بص الان الان تأثيره طلع ابطأ شوية بس قعد فترة طويلة لكن بص شايف الجلارجين قعد نغطي معك 24 ساعة كاملين انت وتخيل مع انه اخد وقت على ما تأثيره حصل من الحاجات اللي انا برضو عايزك تعرفها الله يخليك يعني معلش بالله عليك عايزك تعرفها معلش تعالو بس امسح الحتة دي على الكرف علشان عايزة وريك حاجة كده بس مهم تعرف ان كل انواع الانسولين لها شايف لها قمة لكيرف الافكت بتاع معادة الجلارجين الجلارجين هو الوحيد اللي بيطلع ويعمل هضبة زي عمري دي الجلارجين هضبة الجلارجين ليه بلاتو ليه هضبة مالوش بيك وعلشان كده بنسم الجلارجين the peak less انسولين الانسولين اللي بلا بلا قمة مالوش قمة الجبل ده هضبة ده ايه دي انواع الانسولين والانسولين بريباريشن طيب دي انواع بقى اللي هي الاستهلاكية اللي في السوق انا بقول عليها الانواع الاستهلاكية من الانسولين ودي مش مطلوب منك تحفظها كلها الحقيقة زي بتتسمى ميكسد انسولين بتبقى شركات الادوية خلطة نوعين انسولين على بعض يعني مثلا اما اخلط ريجولر مع انترميديات او اخلط انترميديات مع لونج اكتنج وفهمك الهدف من وراء ده ايه هتفهم معايا بس واحدة واحدة يعني عندك مثلا فيه خليط اسمه هيمولين سبعين تلاتين ده عبارة عن سبعين في المية ان بي اتش على تلاتين في المية ريجولر بقول عليهم فخفخينة او الله البريميكسد انسول او الميكسد انسول بقول عليهم الفخفخينة عارف انت شب الفخفخينة الجميل بتاخد الحلوة من هنا على الحلوة من هنا وتعمل شب الفخفخينة الجميل هي نفس الفكرة بلزاب دي فكرة الميكسد انسول عندك برضو فيه نوع اسمه نوفولوج او نوفولوج ميكس سبعين تلاتين ده بيبعبارة عن سبعين في المية اسبارت انسول او لسبرو انسول مع تلاتين في المية اسبار فيه برضو اسمه هيومولوج ميكس في هيومولوج ميكس في منه 50-50-75-25 شو هم بتحفظ كل الكلام ده هل هاش لازمة بس الميكس الإنسولين دي عبارة انك بتخلط كذا نوع مع بعض يعني بتخلط مثلا شورت مع ألترا شورت أو تخلط مثلا شورت مع انترميديات أو مثلا شورت مع لونج اكتن أو مثلا انترميديات مع ألترا شورت كده يا طيب نتكلم مع كده عن الريجيمنز أوف إنسولين ما السياسات والخطط العلاجية اللي بنقدر ندي بها إنسولين عايز تعرف الإنسولين بيتخذ إزاي جيب الموضوع من الأصل من خلقة ربنا سبحانه وتعالى معايش يا دكتور تاح هو الإنسولين بيطلع في الجسم أصلا إزاي يعني خلقة ربنا ربنا عمل البنكرياس دي بتفرز الإنسولين إزاي ربنا سبحانه وتعالى خليلك حاجة اسمها البيزا الإنسولين سيكريشن البيزا الإنسولين سيكريشن ده هو ضخ دائم للإنسولين طول اليوم بمعدل ثابت وواطي ثابت وهادي ثابت وهادي على الهادي يا زبادي طول اليوم ده اسمه البيزا الإنسولين سيكريشن بعدين في بقى حاجة اسمها البيكد إنسولين سيكريشن أو الانديوز دي إنسولين سيكريشن دي اللي بتحصل مع كل وجبة حضرتك تاكلها يعني مثلا كالت الفطار روح جاي الإنسولين طالع من البنكرياس بكمياء كبيرة علشان يصرف السكر اللي كالته على الفطار ترغيفين عيش برضو ولا أربعة ترغيف عيش من السهلة تمام طيب طب بعد كده كالت وجبة الغداء هبا أدي كمان بيك كالت وجبة العشاء أدي كمان بيك هي دي بتتسمى الانديوز دي إنسولين سيكريشن أو زي ما بقولوا كده الميل انديوز دي إنسولين سيكريشن فإذا احنا عندنا بيزا الإنسولين وفيه انديوز دي إنسولين اهو احنا بقى المفروض احنا كدكاترة لما نديك إنسولين من برنا لازم أن نحاكي النموذج الرباني فبنعمل ايه بنجي مدين لك تاخده مرة واحدة في اليوم الوجلارجين ضي يغطيك طول اليوم وكانه البيزا الإنسولين وجد ديك رابد أكتنج أو ألترا شورت أكتنج إنسولين قبل كل وجبة أو مع كل وجبة يعني مع الفطارة ديك واحدة لس برو مع الغداء ديك واحدة لس برو مع العشاء ديك واحدة لس برو وقبل ما تخش تنام قديك جرعة الجلارجين اللي هتغطيك اليوم اللي ورا فاهمت الفكرة؟ الحكاة تمشي كده ده اللي بيتسمى حضرتك الملتبل ديلي ريجيمن الملتبل ديلي ريجيمن وده بنستخدم فيه الريجولار بريبس الريجولار بريبس اللي احنا تحدثنا عنها سابقا هنا اتكلمنا عنها في رابد أكتنج شورت أكتنج انترميديات أكتنج لونج أكتنج وما إلى ذلك في بقى نوع تاني أو سياسة أخرى للعلاج اللي هي عملتها بقى ايه؟ شركات الأدواء شركات الأدواء قالت لك لا 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 احنا نعمل الفخفخينة احنا نستخدم الفخفخينة الفخفخينة اللي هي ايه عما قال لك الريميكسد انسولين احنا نعمل لك انسولين خليط فيه مميزات اللونج أكتنج انسولين ومميزات الشورت أكتنج انسولين مخلوطين مع بعض وبتاخد منه مرتين في اليوم بس مرة الصبح ومرة بالليل هيغطوك طول اليوم وزي الفول اللي هو خليط الريجولار على الان بي اتش اللي هو بيتسمى ميكستار ده ما عرفش تسمعه عنه ولا لا فيه نوع انسولين مشهور جدا بتصرف مع التامين الصح اسمه ميكستار ده انسولين ده انسول خليط استخدمه جرعتين مرة صبح ومرة بالليل وخلاص على كده وبيغطوك طول اليوم ولا بقى تقعد تخوت نفسك وتاخدك بلرجين تقعد كل شوية تمشي بالليس برو مع كل واجبة تاخده الجو ده فده اسمه twice daily regimen وده ما بينفعش اللي معه الميكست types of insulin نعمل multiple daily regimen ده مع regular preparations of insulin طب الانسولين بنده فين او مين اللي بياخده انسولين والله اللي عنده type 1 diabetes كل حالات type 1 diabetes بيحتاجه انسولين عارف ليه لان المشكلة مشكلة كم فيجب علينا تعويض الكم او تعويض نقص الكم اما في type 2 diabetes type 2 diabetes عادة بنبدأ معهم بالبرشام طب لو البرشام معدش نافع خلاص بنبدأ بانسولين او بنبدأ ندي انسولين او ممكن مريض type 2 يمشي عليه على طول او يمشي على انسولين على طول امتى والله لو العلاج الاورال فشل او failure of oral treatment او ممكن نديه بتوع type 2 diabetes بشكل مؤقت اقول لك امتى مريض type 2 diabetes عادة بيبقى ماشي على برشام صح او بيبقى ماشي على oral anti-diabetics او oral hypoglycemic drugs بس المشكلة لو اتعرض جسمه لاي نوع من انوع الاسترس زي انه دخل يعمل عملية طب و لما يدخل يعمل عملية وجسمه اتعرض الاسترس مين هيعلى الاسترس هورمون اللي هو مين الكورتيزول و كورتيزول اكتاز امتي انسولين اذا في لحظات العملية اثناء العملية و اثناء الاسترس وبعد العملية و فترة حجزه في المستشفى جسمه متعرض الاسترس و كورتيزوله في السماء و ده بيشتغل كامتي انسولين فهنا بقى ما ينفعش استخدم معاه جو الاساتك واللبان اللي هو بتاع القرى الامتي ضيابيتك والبرشام والجو ده لا لازم في الفترة دي يمشي على انسولين ممكن بعد ما فترة الاسترس تروح نوقف انسولين و نرجع على برشام تاني و دي اللي بتتسمى temporary insulin therapy في type 2 diabetic patients يمشوا عليه لمدة مؤقتة حتى امتهاء فترة الاسترس اللي هي الفترة اللي الكورتيزوله عيلي فيها لانه تعرض لنوع من انوع الاسترس ده انه دخلت حاجز في المستشفى يعمل عملية لان الكورتيزول بيطلق عليه استرس هورمون او ممكن يمشي على انسولين permanently اه مريض type 2 ممكن يمشي على انسولين permanently لو البرشام معاتش جايب ايه نتيجة في حالات الطوارئ اها زي غيبوبات السكر الضيبات الكوماز مين اشهر انسولين بنستخدمه في الضيبات الكوماز سامعك برافو عليك العاتش الانسولين العاتش اسمعنا انسولين العاتش عشان هو اللي ينفع يتخذ اي فيه ليه لانه ووتر بيز الكلام ده مهم وبيتسائل او والله العظيم يا شباب مهم وبيتسائل والله العظيم طيب ايه اهم الاعراض الجانبية للمدعو انسولين مشهورة جدا ان حونة الانسولين ممكن توطي السكر اه لان من افكتات الانسولين احنا مدينه اصلا علشان سكرك عالي بس احنا مدينه علشان سكرك عالي بس مش عايزين سكرك يوطى اعراض الجانبية هايبو جليسيمي دي على فكرة الموست كومان سايد ايفكت والموست امبورتن سايد ايفكت اللي هتسير في الامتحان من الاخر طب هو الهايبو جليسيمي مهمة تعرف حصلت ليه مهمة تعرف اعراضها ايه مهمة تعرف علاجها ايه يا اهمة حاجة او اهمة ثلاث حاجات تعرف طب الهايبو جليسيمي حصلت ليه حدوتة العيان المصري حدوتة العيان المصري طيب بس بعيدا بقى عن حدوتة العيان المصري او حدوتة الدكتور الاهبل اه الدكتور المتخلف دكتور متخلف من الضبط لك الجرعة دي حاجة بتاعته دي ده دكتور دخل الطب بقى فات ملاش دعوة به اللي هو لو انت واخد اوبردوز او جرعة اعلى من الطبيعي دي اللي بتتسمى والله انت كمية الانسولي بتاخدها في الحونة كتير عليك ده بيوطي سكرك دي حاجة تانية دي بتاعة الدكتور انت بدا مفوت تروح لدكتور بيفهم فيزبط لك الجرعة ملاش دعوة لكن في بقى الحاجة التانية الأشهر هي الريلاتف هايبر انسولينزم ودي بتطلع منها سهم وتكتب العيان المصري اشمع ان العيان المصري ان العيان المصري يا جماعة يملك قدرة عالية جدا على الزكاء او قدرة عالية جدا من الزكاء الذي يصل الى درجة الغباء احيانا بمعنى ايه انت مثلا جيت قلت للعيان بتاعك قلت له بص يا حاج شايف حونة الانسولين دي حونة الانسولين دي لازم تاخدها وتاكل تاخدها وتاكل ما انفعش تاخدها وما تاكلش يا حاج لو خدتها وما كلتش سكرك هيوطى وممكن تروح فيها فالحاج اخد كلامة انت اللي غلطت انت بتتكلم مع الحاج الحاج ليفل زكاء واعلى منك فبالتالي هو ايه اذك الدكتور قال لي انا اخد الحقنة واكل بس ما قالش اكل امتى غلطتش انا بحاجة يعني الراجل ما غلطش وقال ليه اكل بس ما قالش اكل امتى هيقول لك اعمل ايه بقى احنا مثلا هنصحى الصبح انا هصحى الصبح اولية هتديني حونة الانسولين ويهب افطر في الشغل انا بقى شا هينصر الشغل يا دي مصيم السوء المهم يا هنصحى الصبح بدري اولية يال هاتي 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 حونة الانسولين اعجبال حونة الانسولين يضرب حونة الانسولين ومايفطرش يقول لك هفطر في الشغل المشكلة انه هو مصري طب مصري بمعنى ايه المصري معروف انه بيشق يا جماعة يعني هو قرر انه ينزل يروح الشغل بالاوتوبيس وطبعا الاوتوبيس عندنا في مصر او في جمهورية مصر العربية واحشان اللي ياندي اوتوبيس عادة بيساعد المواطنين على ان هما يمرسوا الرياضة بشكل يومي ليه معروف عن الاوتوبيسات في مصر يعني ليساعدك على ممارسة الرياضة بشكل يومي ايه بيب انه ما بيقفش والاوتوبيس ما بيقفش هو بيجريك وراء ويبطأ عشان يختبر قدرتك على انك تفتح الاسبرينت وتنط برشاقة ومرونة وتلحق الاوتوبيس فهب طبعا الحاج مارس رياضة اليومية وهي الجري ولعب العقلة في الاوتوبيس وايه الاوتوبيس اول ما وصل الحاج جري وراه فتح الاسبرينت وهو مش فطران واخد انسولن خد بالك والاكسرسايز بيحرق سكر فاخد بالك الانسولين وطى السكر والاكسرسايز زود حرق السكر دي بنصيبه سودة دي وما فطرش زي ما قلنا قادي سكيب دي ميلو اكسرسايز ليه اتنين هوب الحاج جري وما يطلع الاوتوبيس ووف الاوتوبيس كده بصي لايه فجأة كده حاس نفسه بيعرق جامد ويده بتترعش وقالبه بيرفرف في ايه؟ انا بموت ولا ايه؟ او دي اسمها الانكريز سيمباساتيك تون عارف ليه؟ الجسم رفع سكنة السيمباساتيك رفع سكنة الطوارئ لانه حاسس ان السكر بيوطى وبدأ المخ يشعر بالخطر لان السكر اللي جايله بقى شيبه منعدم حصل زيادة في السيمباساتيك تون بدأ يحصل بعدين هوب بعد كده الحاج بدأ يبص في الناس حواليه كده بصي لايه بدأت عينه تزغل وبدأت دماغه تصدع وبدأ يدروخ الدنيا بتلف بيه وقع الحاج وقع سي ن اس مانيفستيشنز هيدك بلورينج اوف فيجن كونثيوجن كوما الحاج وقع وقع فين؟ وقع في وسط الشعب المصري اللي بسم الله ما شاء الله معلوماته عن الاسعافات الاولية مبهرة ما بين بقى ناس بتتلمى عليه وناس رجبت فوقيه وناس عملت زحمة حواليه لدرجة انها هتخنوقه لو حتى ما كانش مخنوق يعني لو ما ماتش رايبو جلاسيمة نموت بالاختناق وما بين بقى اللي يقول لك جيب بصلايا نشمم هاله ونقول له كلها إله إلا الله تفلح خلاص كده يعني وما إلى ذلك يعني من الإرهاطات الجميلة بتاعة الشعب المصري الجميل ولكن في الحالات اللي زي دي انت المفروض تعالج العيان ازاي؟ لو انت طبعا راجل مصقف المفروض تبعد الناس حواليه أو تبعد الناس من الحواليها جماعة هوا الراجل واقع من طوله عايز يتنفس فهوا بعد إذنكم وتشوف تندع عليه يا حج يا حج يا حج علشان تعرف هل هو أصلا لو لسه في النفس الحج امين كده يعني يعني لو لسه بيرد عليك وفي النفس يقول له اه يا حج لحقونا يا جماعة بأي حتة سكر أو أي شوية سكر أو أي حاجة مسكرة أو شوية مية بسكر والحق الحج وهو صاحي أو وهو لسه فيه درجة صحيان ودرجة وعي عنده إنه شرابه بسرعة دي بتسمى أورال جولوكوز الأورال جولوكوز هنا هيقومه على طول وهيقومه بزير فل إن شاء الله رب العالمين المشكلة بأي لو الحج فقد الوعي لو الحج فقد الوعي اوعى تشربه اوعى تسيه ما تسيهوش باللي عليك الراجل هو يفرفر وهيسيب على الحج باللي عليك اوعى واحد أنكونشوس تشربه عارف الأنكونشوس ده فقد للوعي وفقد للوعي يعني فقد للريفليكس يعني ولا عنده ريفليكس بلع ولا عنده ريفليكس كحة فكل عصير المنجة اللي انت هتصبه في بق الحج هيسرح على جهازه التنفسي عشان ما عندهوش بلع ومش هيكح مش هيخرجه لإن ما عندهوش كحة لإنه فقد للوعي فكل عصير المنجة هينزل في الرئتين وتب برئتين بطعم المنجة الرئتين اللي بطعم المنجة دي اسمها اصبيريشان نيمونيا وللتكسودة وانطين الطين لو الحج خف من الهايبو جليسيميا اللي عنده ممكن يموت بالأصبيريشان نيمونيا اللي انت عملته له فاوع اوعى تدي أورا الجلوكوز لحد ده فقد للوعي ده لازم ايه وريد اي في اي في جلوكوز 25% طيب مفيش جلوكوز اه استيبال والطواري مفيش جلوكوز مفيش جلوكوز طيب شوفونا جلوكاجون ده بلان بي لو مفيش جلوكوز في حالة اللي مفيش جل اللي هو الجلوكوز او جل يو الاولاني الجلوكوز دور عالجي اللي يو التاني اللي هو الجلوكاجون اعطلنا جلوكاجون اللي هو بيشتغل كأنتينسورين بيعال السكر لا ما احنا ما عندناش جلوكوز اصلا هيبقى في جلوكاجون يا جماعة ما فيش جلوكاجون حتى احنا ما فيش جلوكوز هنجيب لك جلوكاجون من اين؟ خلاص جيبه امبول ادرينالين هنخففه هنخفف امبول ادرينالين وندهوله تحت الجلد سابكوتينيس ما هو الادرينالين بيشتغل كانت ينسون برنا بس بلان سي الحقيقة هو ضعيف بس يلا زي بعضه اللي موجود لأ ما هو ما فيش ادرينالين ما فيش كانيو لا اصلا فيش كانيو احنا في مستشفى يا اخواننا ولا احنا فين يعني دي الابشنز بتاعتك ان انت تدي اي في جلوكوز 25% او جلوكاجون لو ما لقيتش جلوكوز او ادرينالين سابكوتينيس لو ما لقيتش ولا جلوكاجون ولا جلوكوز ده لو العيان انكونشوس وان شاء الله يفوق ويقوم بالسلامة تقول له يا حاج اتعلم بعد كده لما تاخد انسولينك تاكل وانت بتاخده اوعى تستنى بعد ما تاخده وتاكل متأخر لانك لو استنيت فترة طويلة بعد ما تاخده خلاص مش هاولي بقى خلاص علشان كده هتبقى الكلام بتدخل في ليلة اباحة فاملهاش اي لازم خلاص فبالتالي الايه ده الهايبوغليسيم الهايبوغليسيميا very important مهمة جدا مهمة جدا طعف تفاصيلها وعلاجها واعراضها ما تنساش الله يخليك بعض الاعراض الجانبية الاخرى لو هتدعي هتلاقيني عاملك بعض الاعراض الجانبية بالبولد هنا يعني عاملها بولد وبعض الاعراض الجانبية الاخرى سايبها كده مش بولد اللي مش بولد ده عارف انه ما بيجيش بس انا حطه ليه عشان بحطك كل حاجة بس فطئ رايع بس تركز على اللي عامله بالبول يعني مهم جدا تعرف مثلا ان الانسولين بيوطي البوتاسيم عارف ليه؟ لان الانسولين مش بيدخل سكر بس جوه الخلايا ده بيدخل معه بوتاسيم والدليل على كده او التفسير العلمي لذلك انا دايما بقوله تفسيراتي العلمية عابرة القرات ان الانسولين زي ما انت شايف كده اوله ان واخره ان فاوله ان واخره ان يعني اكيد بيدخل حاجتين جوه الخلايا ما هو لو كان بيدخل جولوكوز بس كان بقى اسمه انسول واحد مش انسولين شوف اسمه انسولين ان وان فايزا اكيد ده بيدخل حاجتين جوه الخلايا فهيدخل ايه؟ هيدخل جولوكوز وهيدخل بوتاسيم هيدخل جولوكوز وبيدخل بوتاسيم ففتكر انه زي ما بيوطي الجولوكوز بك يوطي معه البوتاسيم لان الانسولين بي increase the potassium entry in the cells فمهم انتعرف ان اي عيان تعلاله انسولين لازم ان تمنتور البوتاسيم ما تنساش سايد افكتل بعد كده هي لان زي ما انت عارف وزي ما احنا عارفين ان الانسولين له تأثير على الدهون طب بيعمل ايه في الدهون؟ يبني لا مش يبني مش بنده عليك بيبني دهون بيبني دهون اه انابوليك ما احنا قلنا انه انابوليك على كل حاجة معضة السكر السكر هو الحاجة الوحيدة اللي بيحرقها لكن الباقي كله بيبنيه انابوليك اذا وانابوليك على الده انابوليك على البروتين انابوليك على اي حاجة معضة السكر السكر بيحرقه كاتابوليك بيولع فيه فلايبو ديستروفي دي معناه معناها دي سببها تأثير الانسولين اللوكل على الدهون لو حضرتك عمال تحقن الانسولين كل يوم على مدار فترة طويلة وعمال تحقنه في نفس حتة في نفس حتة تقولش السكس بلف يا دا اه الله السكس بلف يعني بص لاي العيان ايه مسك كده علم حتة علم على حتة في بطنه اه الله يتلقى لعين كده علم على حتة في بطن ايه ادي سرطة ايه راح علم على حتة هنا وعملها كأنها السكس بالف بتاع الانسولين كأن ده بالف الانسولين بتاعه كل يوم عمال يدي الانسولين في نفس الحت كل يوم عمال يدي الانسولين في نفس الحت كل يوم عمال يدي نفس الانسولين في نفس الحت يدي الانسولين في نفس الحت يدي الانسولين في نفس الحت فانسولين بدأ يؤثر لوكل على الدهن في الحتة دي ممكن يؤثر تأثيرين عكسة بعض ممكن يعمل التهاب وتلايف في الده في الحتة دي فيعمل دبل سرة العيان يبقى عنده دبل سرة عنده ايه دبل سرة يعني سرة دخلة هنا وعنده سرة تانية دخلة هنا حتة دخلة هنا دي بسمى ليبو اتروفي ليبو اتروفي الاتروفي ده حصل بسبب ايه لو نفسك تعرف بسبب انفلاميشن التهاب وفايبروسس بسبب انه عمال يحقن في ام الانسولين في نفسه ام الحتة مش عايز يغيرها وعمال يحقن في نفس الحتة يحقن فيه في نفس الحتة فالحتة التهابت وحصلها تلايف في فيبروسس عكس الاتروفي لو الانسولين من كتر ما بيتحقن في نفس الحتة بدأ يأثر كأنابوليك افكت على الدهن في الحتة دي فيحصل له ايه كرشالس لمونالس او كرشالس تفحالس يعني ايه كرشالس لمونالس او كرشالس تفحالس اه يعني شايفوا عنده كرش اوه اطلع له كرش تاني هنا كده سا في عدة تانية برزت كده فوق الكرش. فقصها عنده كرش فوق الكرش. كرشالس لمونالس لو حجمها زي اللمونة. لو قعد برضو مصر لو حصل مور ليبو هايبرتروفي. تقلب بقى بدل كرشالس لمونالس تبقى تفحالس. تكبر شويا. فيحصله كرش على الكرش. ليبو هايبرتروفي. الحل يا جماعة علشان ما يحصلش اللايبو ديستروفي. ولا ليبو اتروفي ولا ليبو هايبرتروفي. حبيبي ايه بعد عن السيكس بالف يعني ايه بعد عن السيكس بالف اتعلمش على حتة وهي دي اللي تحن فيها الانسولين كل يوم غير منطقة تحقن الانسولين بشكل دوري الكلام ده مهم والله كله بيتسئل ده الليبو ديسترو فيو فكرته سومو جاي افكت افتكارها بكلمة سومو سومو جاية من سومنو سومنو يعني تنام دي صايد افكت بتحصل لك لما تنام بسبب انك جرأة الانسولين المسائية اللي بتاخدها قبل ما تنام عالية شويتين جرأة الانسولين المسائية اللي بتاخدها قبل ما تنام عالية شويتين فالhigh evening dose of insulin دي بتخلي سكرك يوطى جامد وانت نايم فلما سكرك يوطى جامد وانت نايم جسمك يرياكت بانه بيطلع كميات كبيرة من الانتي انسولين تلك الكميات الكبيرة من الانتي انسولين تبدأ تعلي سكرك فتقوم الصبح سكرك عادي تقوم الصبح سكرك خارم السقف فبيقولك ايه تشوف high evening dose of insulin فوانت نايم يبدأ احصلك sleep time hypoglycemia فطول الليل عمالة الانتي انسولين هورمون تعلى في السماء overnight anti insulin هورمون secretion فده يؤدي الى reactive او rebound hyperglycemia لما تصحى من نوم الصبح تصحى من نوم الصبح تصحى من نوم الصبح تلاقي نفسك ايه تصحى من نوم الصبح تلاقي نفسك بتخش الحمام كتير عملت تصحى early in the morning عملت تخش الحمام كتير وحس ان اقصح الصبح عايز تاكل بشراها وحس ان اقصح الصبح مش متازن تصحى سكرك الصبح تلاقي خارم السقف طب ايه الحكاية والله واضح انه جرعة الانسولين اللي بتاخدها قبل ما تنام عالية شوية طب الحل على شلامنا حدوث السومجاي انك تقلل جرعة الانسولين المسائية how to prevent اهو biologic كده انك ايه تقلل evening dose of insulin لان الاصل كان ايه كان high evening dose of insulin فالحل قلل evening dose of insulin لو قللت evening dose of insulin انت تقضي على الموضوع من بداية من ضمن الحاجات بقى او اخر عرب جنيبها اقوله لك في الانسولين ان ساعات مع الاستخدام الطويل للانسولين جسمك يبدأ يفقد حساسيته لهذا الانسولين وده بيقال انه بسبب ان الجسم بيبدأ ي develop enzymes تكسر الانسولين سمى insulinase enzyme او جهازك المناع يبدأ يرئاتك ضد انسولين المصانع اللي انت عمال بتاخده ده ويكون انتي باضيهات ضده anti insulin antibodies وعش كده التأكيد تعرف حد قريبك بدأ بجرعة انسولين واطية خالص ودلوقتي بعد عشر سنين انسولين على الجرعة وبقى بياخد جرعات خرفية لان الجرعة القديمة خلاص ما بقتش تأثر او خلاص ما بقتش تجيب تأثير لانه حصل له a kind of insulin resistance which usually happen due to either insulinase formation or anti insulin antibody formation ايه بقى عرجة انا بيقى hyper sensitivity دي بالذات ضد انسولين البقر عند بقر لمواخزة فيه weight gain فيه ناس بتدخل لما بتاخد انسولين لانه anabolic ماشي فيه infection لو لو واحد لمواخزة بياخدها حقا ملوسة لو مواخزة انا باخد الانسولين بسرنجات بسرنجات ملوسة حقا ملوسة infection هبدأ في محاضرة النهاردة كلامي بس على الورال anti diabetes كده علشان ما ديكوش دوز عالية في المحاضرة التعريفية وهي بمثابة محاضرة تجريبية للشباب اللي عايزين يشتركوا ان شاء الله ويكملوا معانا بإذن الله وزي ما قلتلك النظام اللي احنا هنمشي عليه اتكلمنا عنه سابقا او اتكلمنا عنه في بداية المحاضرة واعتقد انه هيبقى نظام حلو جدا وعلى فكرة قابل للتغيير وقابل لللعب على حسب الفيدباك بتاعكم يعني فيه ناس مثلا تقولي لو الله ما بدل الاوديو ممكن مثلا نتقابل لايف احاول ان انا قابلكوا لايف مرة كل اسبوعين ولا حاجة نتقابل لايف مع بعض ندردش سوا ولا حاجة بس ان شاء الله هيكون انا ناوي ان انا اخلي الموضوع يبقى مور انتر اكتف عشان تحسوا كأني معاكم ان شاء الله رب العالمين الاورال انت ضيباتك دراجز اللي هي البرشام ومشاء الله دلوقتي عدد الادوية اللي بتشتغل في علاج السكر ما اكثرها كتيرة جدا فيه ادوية بتشتغل على البانكرياس فيه ادوية بتشتغل على التارجة اورجنز بتاعت الانسولين زي العضلات والدهن العضلات والكرش الاسكيلة المصل وعدي بوستيشو فيه ادوية سكر بتشتغل برضو على الكلا فيه ادوية سكر بتشتغل على الكابت فيه ادوية سكر بتشتغل على الامعاء بتقلل امتصاص سكر من الامعاء كل الهدف من تلك انت ضيباتك دراجز ان انا وطي الجولوكوس في البلد ووطي الجولوكوس في البلد ازاي؟ بنقلل امتصاصه في الامعاء مثلا بنقلل عملية تكوينه في الليفر مثلا بنزود اخراجه في البول من الكليتين مثلا بنزود الانسولين برودكشن من البانكرياس مثلا بنزود الابطيك بتاع الجولوكوس باي ذا سكليتال ماصلز اند ادي بوستيشو مثلا بنزود حساسية الانسجة للانسولين كل دي ميكانيزمز بتشتغل بيها الامتي ضياباتك دراجز اللي هنتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله عندنا عائلات كثيرة للامتي ضياباتك دراجز والبرشام منها الصلفوميريورية والميجليتنايدز والبايجوانيدز والثايزوليدينديونز وليلة كبيرة ساعتك أول عائلة هي الصلفوميريورية سنتحدث عنها بالتفصيل ولكن في المحاضرة القادمة بإذن الله تم بحمد الله الانتهاء من المحاضرة الأولى والتعريفية لكورس الفارما بتاعنا أتمنى أن أشوفكم كلكم معايا على جروب التليجرام إن شاء الله وأتمنى أن العدد على جروب التليجرام يزيد أكتر وأكتر بإذن الله ونعمل مع بعض إن شاء الله كورس كويس جدا ويبقى مثمر بالنسبة لكم وبالنسبة للجميع وزي ما قلنا محاضرات هتنزل بانتظام هنخلص بإذن الله بدري فترة كافية قبل الامتحان هنعمل كراش ريفيجن لايف وهيكون مجاني للي هشترك معايا في الكورس الكمبريهنسف وهنفتح برضو اشتراك للي خارج الكورس في تلك اللايف ريفيجنز وهيكون فيه إسبوعيا انتر اكشن عن طريق يوم الجمعة أو جمعة الانتر اكشن اللي هتبعتولي فيها الاسئلة على الاميل اللي هدهولكم على جروب التليجرام وهرد انا على جروب التليجرام على كل الاسئلة عن طريق الاوديو وهعمل لك كمان اوديو هيكون عبارة عن برينستورمينج واني بخبط الحاجات المهمة في اللي تم شرحه خلال الاسبوع اتمنى لكم جميعا التوفيق وان شاء الله رحلة سعيدة في هذا الموديول وبالتوفيق والنجاح والتجارة في السلاح تحياتي دكتور تاح